الخرطوم ينضم إلينا دكتور محمد المهدي حسن القيادي في قوى الحرية والتغيير دكتور هل هناك احتمال لحدوث مفاجآت غدا من شأنها تأجيل التوقيع كما سبق وتم تأجيله مرارا وتكرارا خاصة وأن الإجان الفنية لا زالت في حالة تشاور عشية التوقيع شكرا كل المؤشرات وكل الترتيبات الآن تجري على غدم وساق لأن يوقع الاتفاق بالأحرف الأولى قبل أن يوقع بصورة محضورة ومشهودة من المجتمع الدولي وكل المعنيين بالأشياء السوداني وجيراننا والأشقاء والأصدقاء الأمر الآن بيد الليجانة الفنية التي تصيغ الاتفاق في شكله النهائي بالصورة التي تدخل فيها الأمور الفنية والأشياء القانونية لكن كلها متفق عليها فقط في صياغات متعلقة كيف تم التوصل إلى توافق؟ فليس هناك ما يدعو للتأخير فيما يتعلق بمسألة الحصانة المطلقة دور جهاز المخابرات العامة قوات الدعم السريع كل هذه الأمور قتلت بحثاً واتفق عليها واتفق بالشكل الذي ظهر للرأي العام بأن الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها المختلفة قوات المسلحة، الشرطة، جهاز أمن، وطني كل هذه الأمور خضعت لنغاش مطول بين الليجانة الفنية قبل أن تصل إلى الاجتماع النهائي بين قوى الحرية والتقيير واللجنة المجلس العسكري طيب يعني مثلاً قوات الدعم السريع من ستتبع؟ هل ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية وماذا بعد الفترة الانتقالية؟ نعم تتبع للقائد العام للقوات المسلحة القوات المسلحة هي أصلاً كانت تتبع للقوات المسلحة الآن تتبع للقائد العام للقوات المسلحة والقوات المسلحة نفسها ستكون تابعة لمجلس السيادة لأن الأمر يتعلق بأمور أمنية وعسكرية ضروري أن تبقى بيد الجهات المعنية في مجلس السيادة وهو مشترك بين المدنيين والعسكريين وليس هناك أحد له فيه غلبة يعني طيب دور جهاز المخابرات العامة خمسة عسكريين وخمسة مدنيين يعني كيف سيتم تقاسم يعني الإشراف على ذلك الدور الجهاز الأمن الوطني هو طبعا بالتأكيد تفق أن يغير اسمه كان يسمى بالجهاز الأمن والمخابرات الآن سيكون جهاز الأمن الوطني تقريبا بالمسمى الجديد وستكون مهمته في أنه يجمع المعلومات ويحلل ويوصل للجهات المعنية وهو سيتبع للجهاز التنفيذي ويرفع تقاريره للجهات الأمنية باعتمار أنه معني بالأمن فقط يعني يرفع التوصيات يحلل المعلومات يرفعها للجهات المعنية وليس له أكثر من ذلك ليس له سلطة الاعتقال وليس له سلطة القتال كان الجهاز الأمن السابق في النظام السابق يعني لديه هيئة العمليات لديها شرطة ولديها قضاء ولديها دبابات وأسلحة ويقاتل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة بل يعني يحظى بتسليح أكثر من القوات المسلحة كل هذه الأمور ستقول للقوات المسلحة والقوات التابعة لها ومعنية بقضية الأمن والدفاع وسيكون جهاز الأمن تابع للسلطة التنفيذية وهو يجمع المعلومات ويحللها ويوصل للجهات المعنية فقط لا أكثر ولا أقل شكرا جزيلا لك دكتور محمد المهدي حسن كنت معنا من الخطوم القيادي في قوى الحرية والتغيير